هبطت مساء السبت الماضي طائرة قادمة الجديدة قادمة من مصنع إيرباس في مدينة هامبورغ الألمانية في مبنى الركاب الجديد تيفور وسط أجواء احتفالية لتنضم إلى أسطول شركة الخطوط الجوية الكويتية حيث تم استقبال الطائرة استقبالا رسميا تمثل في رش الماء عليها ابتهاجا بوصولها إلى أرض المطار وقال رئيس مجلس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم استلمنا أول طائرة من طائرات الكويتية من طراز إيرباس 320 نيو وهو طراز حديث اشترت الشركة منه 15 طائرة وكاظمة أول واحدة ضمن 15 طائرة يليها استلام متتال للبقية حتى العام 2026 مبينا أن هذه الطائرة تعتبر من الطائرات الشعبية وهي مستخدمة في أغلب شركات الطيران بالعالم وتتميز بكفاءة التشغيل وكفاءة استهلاك الوقود وأضاف الجاسم في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بوصول طائرة قاظمة الجديدة A320 في مبنى مطار تيفور مساء أول من أمس قادمة من مصنع إيرباس في هامبورغ أن الكويتية لديها خطة عمليات حتى عام 2026 مقسمة مرحليا والاحتياجات المالية مدروسة ومدرجة ضمن هذه الخطة مشيرا إلى أن هناك دفعات مقدمة تم سدادها لحين الوصول بالأسطول إلى 38 طائرة وأوضح أن تمويل شراء الطائرات الثماني والعشرين الجديدة يبلغ نحو 2 مليار و450 مليون دولار أمريكي موزعة على النحو التالي 60 مليون دولار لكل طائرة من 15 واحدة من طراز 320A نيو و100 مليون لكل واحدة من ثماني طائرات من نوع 330A ونحو 150 مليون لكل طائرة ضمن خمس طائرات من طراز 350A على أن يحدد السعر فيها وفقا للتجهيزات وفيما يتعلق بعمليات التمويل المخطط للحصول عليه لدى الشركة أكد الجاسم أن الشركة ستمول عدد الطائرات التي سنستلمها هذا العام إذ كان من المفترض أن نستلم خمس طائرات منها ولكن هناك احتمالية أن نستلم ثلاث طائرات فقط إذ أننا استأجرنا ثلاث أخرى في أيبريل الماضي مضيفا لدينا مبالغ لشراء ثلاث طائرات ما يعني أن سداد قيمة الطائرات التي ستتسلمها الكويتية خلال العام الحالي سيكون بتمويل ذاتي من الشركة وقال لا شراء لأي موجودات سواء كانت طائرات أو غيرها إلا مقابل تمويل مشيرا إلى أن الشركة تسير منهجيا في جلب عروض الاقتراض بالمبالغ التي نحتاجها من خارج رأس مال الشركة البالغ مليار فاصل اثنين دينار والذي دفعت الدولة منه تسعمائة مليون دينار وبين أن المبالغ المتوافرة من عمليات الشركة والتي تبلغ نحو ثلاثمائة وتسعين مليونا ينفق منها على أوجه الصرف المختلفة لفتا إلى أن شراء الأصول الثابتة مثل الطائرات إذا احتجنا إلى تمويل فأننا نسير على النهج المتعرف عليه في شركات الطيران عبر الاقتراض من البنوك أو اللجوء إلى شركات بيع أو استئجار الطائرات ولم نتفق حتى الآن مع بنك أو جهة بعينها للتمويل ولكن كل شيء مخطط له ومدروس ولفتا إلى أن الأسطول الجديد سيمكننا من زيادة عدد الركاب المنقلين مضيفا نأمل في نهاية هذا العام أن نلامس عدد خمسة ملايين راكب مبينا أن شراء ثمان وثلاثين طائرة يتلاءم مع خطط عملياتنا ونحن منفتحون على أمكانية التوسع في الأسطول كلما دعت الحاجة وفقا للترتيبات مع هيئة الاستثمار